أبدأ مع الدكتور أشرف سينجر دكتور أشرف السؤال الذي بدأت به أطرحه عليك مجددا نجح الرئيس الأمريكي فيما رمى إليه من رسم صورة لنفسه كمخلص لكوكب الأرض وأنه سينقل الولايات المتحدة الأمريكية بيئيا إلى نصف انبعاثات في عام 2030 أم أنه ربما بما سكت عنه يرسم صورة مغيرة لما أراده لا هو نجح أنه قدم خطاب في قمة شرم الشيخ خطاب على فكرة للداخل الأمريكي أولا باعتبار ورقة تغيير المناخ وهمية الدفاع عن المناخ كانت جزء من الحملة الانتخابية للدموقراطيين اللي هم على فكرة حيستطيعوا السيطرة على مجلس الشيخ وفيه احتمالات تزيد لهم أنهم ممكن أن يستطيعوا السيطرة على مجلس النواب ويكون انتصار كبير لبايدن ولنانسي بيلوسي باعتبار أن المجلس التشريعي أتى إلى شرم الشيخ ممثلا في بيلوسي ومعيها ثمان أعضاء من الكونجرس اتنين من أوريجن اتنين من كاليفورنيا من تيكساس من إلنايز وده يعتبر وفد كبير من 16 وكالة وهي أمريكية وكان خطاب الرئيس بايدن اليوم في قمة المناخ وخطاب للعالم ويبدو أن عدد الأمريكيين المهتمين بهذه القضية كانوا موجودين من الكثرة بما كان في القاعة استشعرنا أنه يقدم خطابا إلى الداخل الأمريكي على فكرة هو أشار لبعض النقاط المهمة في العلاقات المصرية الأمريكية باعتبار أن قمة التنفيذ تبدأ من شرم الشيخ وشرم الشيخ ستكون قمة تبدأ بها أشياء كثيرة إعطاء 500 مليون دولار للدولة المصرية قناعة بأن الدولة المصرية يعتمد عليها الرئيس السيسي كقيادة هل تستطيع يا دكتور أشرف أن تفسر لنا وهذا أنا آسف يا دكتور جدا للمقاطعة لكن هل تستطيع أن تفسر لنا لماذا استخدم تعبير مصطلح صفقة يعني صفقة بيئية بـ 500 مليون دولار لمصر لم أفهمه بوضوح كيف فهمته أنت أنا أشكرك على النقطة دي لأن من فهم الترجمة الإنجليزية للعربية كلمة دي هي تترجم بشكل صفقة ولكن في المعنى الأمريكي هي الصفقة عبارة عن عملية تجارية ولكن الصفقة المقصود بها أن فيه باكيج تم الموافق عليه من الكونغرس يعني بمعنى اتفاق عليه دكتور سينجر يعني مجلس الأمن القومي من الإدارة الأمريكية ده اتفاق ومعناه أنه يثق في الحكومة المصرية يثق في الرئيس المصري باعتبار أن مصر يعني شوف كان هناك أمرا جميلا بأن الموجة الحمراء لم تستطيع أن تغير الداخل الأمريكي وفهمنا للسياسة الخارجية الأمريكية نفهم الداخل كي نفهم الخارج نعم يبدو أن الموجة الضرقاء التي استطاعت أن يتحقق لبيدن وبيلوسي خلتهم ييجوا للقاهرة بنفس وبأريحية كبيرة لتقديم رؤية الأمريكيين لتقديم رؤيتهم أمام الدولة المصرية أمام العالم وده موضوع مهم للدولة المصرية باعتبار أن ده بيأكد النجاحات باعتبار أن تعرف الغيورين والذين لا يحبون ولا يعتمدون دور مصر الإقليمي أنا في ظني أن الدموقراطيين بايدن وبيلوسي وطريقة التناغم بين بيلوسي والرئيس السيسي كانت رسالة إلى الداخل الأمريكي وللمجلس التشريعي بأننا نثق في مصر مصر دولة كبيرة عظيمة والرئيس السيسي كان اليوم في لقاءه مع بايدن كان مهما للغاية قفل على الأمريكيين وكل الأقلام الرديئة التي تحاول أن تقرب هذه العلاقة الطيبة بين مصر والمتحدة الأمريكية وتناول القضايا التي قال لهم أنكم ستسألون عن كذا وكذا وهذه سياسات مصر التي حققت كي ينجح هذه القمة وقد نجحت مصر في هذه القمة بشكل ملفت للنظر تصور يا دكتور أشرف الرئيس المصري قال جملة الحقيقة تبدو جملة مفتاحية في هذا الصدد قال أنه أحيانا يكون سوء التفاهم بيننا وبينكم سببه ليس ما نخفيه نحن لكن ما لا تسعون أنتم لمعرفته هذه كلمة زكية وواضحة من صانع سياسة مخضرم صحيح فهم الداخل الأمريكي يعني تعالت تتصور أن يأتي بايدن وبيلوسي يعني ما كانش ناس غير المحكمة الدستورية العليا كي يتحقق النظام الأمريكي في شرم الشيخ وجودا صحيح ترجمة نانسي قنقر